معلومة همك معلومتنا النهاردة عن كيفية إنشاء مشروع لتربية الأغنام بتحتل تربية الأغنام مكانة مميزة في الدول النامية لأنها بتقاوم الظروف السيئة لما تقل مصادر الغذاء وهي ليها كفاءة تحويلية عالية للغذاء ويمكنها الاستفادة أكتر من غيرها بالمواد الخشنة زي التبن وأش الرز وغيرها بالإضافة لتكاليف شراءها اللي أقل من تكاليف شراء العجول لتربيتها وكمان إنتاجها من اللبن ككمية ونوعية إنتاجية بيفوق إنتاج البقر لو كانت تحت ظروف غذائية جيدة وموحدة وده بيعد دافع قوي جدا للإقبال على تربية الأغنام الماعز البلدي وبيسموها الماعز البحراوي وهي الماعز المنتشرة خاصة في منطقة الدلتة ومصر الوسطى وبتتميز صفاتها المظهرية والإنتاجية بتباين ألوانها الكثيرة فمنها الإسود والأبيض والرمادي أو خليط منهم كمان كفائتها الإنتاجية عالية جدا وبتشتهر بالتوائم السنائية والسلاسية المعتادة والرباعية اللي بتكون غير معتادة أما التوائم الخماسية فهي نادرة جدا وهي بتعطي في المتوسط واحد إلى اثنين في الموسم وبتزداد زيادة محسوسة بتحسين ظروف التغذية والرعاية ويمكنها التناسل أكتر من مرة في العام الماعز الصعيدي وهي بتتشابه مع الماعز البلدي في كتير من صفتها فيما عاد حجم الرأس لأنه أكبر والهيكل العظمي أكبر وده بيرجع لدخول بعض صفات الماعز السوداني فيها كمان بتتحمل الظروف المناخية الحارة وبتتماثل مع الماعز البلدي في صفتها الإنتاجية الأسس اللي بيقوم عليها مشروع تربية الأغنام رأس المال وعلى أساسه بيتم تحديد حجم المشروع ومكوناته العمالة بيدار المشروع بواسطة أشخاص عندهم الخبرة الكافية مع ضرورة الإقامة شبه الدائمة وبيفضل أن يشرف على المشروع من الناحية الصحية طبيب بطري لي خبرة يقوم بالمرور الدوري على القطية وبيضع برامج التحصينات والتطهيرات اللازمة وبيخصص لكل مئة رأس كبيرة اثنين من الصبية ورجل وده في حالة وجود رعي للقطيع ومن المهم جدا أننا نشتري قطيع الأغنام من أسواق معروفة أو من مزارع حكومية لأنها بتكون مصدر للثقة بعد قيام المربي بتحديد سلالة الأغنام اللي هيشتريها لازم يتأكد من أعمار الحيوانات عن طريق السجلات لو توفرت وفي حالة عدم توفرها يمكن تحديد العمر عن طريق فحص القواطع من الأسنان وده بفتح الفم وملاحظة حالة القواطع اللي هم الأربع أزواج الأمامية من الأسنان في الفك السفلي وبنعرف بينهم عمر الحيوان بطريقة سهلة لو العمر أقل من سنة بتكون القواطع متجنسة وصغيرة الحجم ومفيش بينها فواصل وبيكون لونها بيميل للون الأبيض أما لو العمر مبين سنة أو سنة ونص فبيبدأ الحيوان في تغيير الزوج الأول من القواطع بيصبت الزوج اللبني الأوسط أولاً وبعدها بيبدأ في التبديل ونمو القواطع الدائمة مكانها لحد ما بتكتمل عند عمر سنة ونص بتحيط بيهم سنتين صغيرين من كل جانب ولو العمر مبين سنتين ونص لثلاث سنين ونص بيحدث تبديل في الزوج الثالث من القواطع زي ما حصل قبل كده أما لو العمر مبين ثلاث سنين ونص لأربع سنين بيكون في الفك السفلي ثمان أسنان كبيرة وكل ما يتقدم في العمر بتتآكل الأسنان وبيكبر الفاصل بينها وبيتغير لونها من الأبيض لللون الأصفر وبعدها بتبدأ في التساقط لحد ما بتتساقط الأسنان كلها تقريباً عند عمر ثمان سنين تغذية الماعز مفيش نظام سائد لتغذية الماعز في مصر لأنها بيمكنها الاستفادة من مواد العلة في الخشنة ومن أوراء الشجر كمان هي بتتميز بقدرتها على التسلق وهي بتفضل دا بشكل كبير جداً وبتستمتع به وبالنسبة للماعز اللي ليها إنتاج عالي من اللبن لازم نغذيها على مواد العلف المركزة مع الأعلاف الخشنة وكمان مش ممكن نغذيها على مواد علف خشنة بس لأنها ما بتقدرش توفر لها الاحتياجات الغذائية اللازمة للإنتاج العالي من اللبن لازم نهتم بالرعاية الصحية الكاملة للحيوانات ومن أهمها تفادي الرطوبة في أماكن إقامتها واللي بتؤدي لانتشار كتير من الأمراض عدم السماح للقطيع بالشرب من الأماكن اللي فيها مية راكدة وتوفير مصادر الشرب النظيفة عدم إدخال حيوانات جديدة إلا بعد تأكد من سلامتها صحياً خاصة خلوها من الأمراض المعدية المراقبة الجيدة لأفراد القطيع لملاحظة أي حالات مرضية وعزل المصابة منها عن باقي القطيع عشان يتم شفاها وما تعديش غيرها إجراء التحصينات الدورية حسب برنامج الوحدات البيطرية العلاج الدوري ضد الطفاليات الداخلية خاصة في مناطق الوادي الفحص الدوري لالتهاب الدرع خاصة في الماعز الحلابة واللي بينتج عنه شلل لنص الدرع أو الدرع بالكامل والأمر ده بيؤدي إلى عدم رعاية ورضاعة المواليد وكمان إصابتهم بالنزلات المعاوية ويمكن علاج الحالات دي عن طريق الحقن داخل الحلم بالمضادات الحيوية المتوافرة في الوحدات البيطرية يجب عزل الماعز المصابة من القطيع لحين تمام خلوه من أي إصابات بعد ثلاث اختبارات دورية كل واحد وعشرين يوم وبيعتبر مرض الإجهاد المعدي من أخطر المشاكل الصحية لقطعان الماعز نظرا لحساسيتها للإصابة به وإمكانية انتقالها للإنسان يمثل الإنتاج الحيواني أكتر من تلتين الإنتاج الزراعي المصري وبترجع أهمية تربية الأغنام في خصائصها وصلاحيتها للمعيشة في المناطق الصحراوية في إنها بتقوم بدور كبير جداً في تنمية المجتمعات البدوية وبكده تكون خلصت معلومتنا النهر ده